إلى ذلك أكدت الفدرالية العربية لحقوق الإنسان دعمها لدعوات سحب تنظيم نهائية كأس العالم من قطر بسبب دعم الدولة للإرهاب وعربت الفدرالية العربية باعتبارها ممثلة لأهم منظمات حقوقية عربية عن قلقيها الكبير من إقامة هذه البطولة في قطر بسبب الانتهاكات الجسيمة تجاه العمال الأجانب العاملين بالمنشآت الرياضية في قطر وازدياد أعداد حوادث الموت لهؤلاء العمال كما أشارت إلى عدم التزام قطر بتعهداتها الدولية في حماية العمال من حوادث العمل وكذلك الخوف على حقوق وسلامة وأمن الجماهير والمشجعين الذين سيذهبون إلى قطر لمشاهدة البطولة وقبل كل ذلك رأت الفدرالية أن المردود المالي الذي ستحققه قطر من البطولة سيذهب إلى تمويل جماعات إرهابية بدول العالم وأوضحت أن هذه الأسباب مجتمعة جعلت الفدرالية العربية لحقوق الإنسان تدعو الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا إلى سرعة حسم ووقفه وألغاء إقامة البطولة بقطر